كابتان احمد عيد جرجرنا للتشكيل يعني هلمطش لحد الساعة سبعة يعني خلاص يعني المطش اللي جاي هو الحد الحلقة الجاية احنا هنطلع ونكون كسبانين بإذن الله فهو جرجرنا كابتان احمد عيد للتشكيل وجه نظرك ايه تشكيلة منتخب مصر المثالية من خلال بقى متابعتك من اول ما فيتوريا اعلن الاسماء لغاية ما انت متابع المعسكر من نهاردة تعلم متناقش كلنا في التشكيل من وجه نظرنا الامثل والاجابيات والسلبيات والكلام ده والتهير ممكن يبقى فينا صح فضل يا كابتان احنا في اعرف ان في حوالي 14 لعيب دول اللي هيشاركوا في او 15 دول ان شاء الله هيبقوا هما الفول تيم بتاع المنتخب لو طبعا الشناوي بص فيه اربع اماكن اه كابتان اه مفهومش منفسه الشناوي حجازي ومنعم وصباح الاربع اماكن دولك مش الناوي حجازي منعم صلاح اه دولة اللي هما الفرقات بعيدة شوية الباقي كله دول الاربع الوحيدين في رأيك اللي ضمنين اللي ضمنين ان هما موجودين مفهاش الزهر اه لان الفرق بينه بين اللي بيلعب مكانه لأ حتة بعيدة شوية اه الباقي كله كابتن انا ما عنديش مشكلة دلوقتي في نص المرأة عندي مني عندي اه حمدي فتحي عندك امام عندي امام عندي زيزو عندي مروان الخمسة دول ومعهم مهند بقى ومعهم مهند اه ومحمود حمد ومحمود حمد اه بس اعتقد ان الخمسة دول هتاخد منهم تلاتة في نص المرأة اه انا هقول لك التلاتة اللي في نص المرأة موجود اه اه انا في خمسة اه هبجي كبه بجيبهم في خمسة في خمسة امام وحمدي ومروان ونني وزيزو وزيزو دول هم هتاخد منهم تلاتة وفيه اتنين هيبقوا بودة لو هينزلو الانف نظر اللي في البداية اللي هو لعب بهم المطشي اللي فات اللي بدأ ولا اللي ختم هو بدأ وختم لا اللي بدأ اللي هو المطشي اللي فات كان امام اه هم انا في نظري ان دي هيبدأ كده اه يعني هدهوا النقطة هيختلفوا معاك فيها ما انا فاهم بس هو هقولك على حاجة يعني هو النني ومروان انا متأكد من اتنين دول واخدين اللعبة ما بين امام وماروان النني ومروان انت متأكد اه اه اوكي ده مظهرين اه اصر النني يا كتن مش بيلعب ستة دلوقت النني حتى شوطي تلاتي بيقابل من فوق كنه بيلعب رقم عشرة بس متأخر شوط عشان يضغط على المساك اللي طالع ما يحضروش حد من فوق ودايما الفيتوريا بيعملها في اخر الماتش بيخلي النني يضغط من فوق عشان يقل الضغط علينا فهو بيعتمد على الحتة دي حتة امام او زيزو انا رأي اي حد فيهم هيبتدي اللي اتنين ماكسر اه التلاتة اللي قدام ما فهمش كلام صلاح ومصطفى وتريزيجي اه لو دخلت صلاح لجوة ممكن يبقى زيزو لدور الشوط التاني لو مبتداش لو نزلت مرموش تريزيجي ممكن يبقى لدور الشوط التاني يعني الحمد لله في عندك 14-15 لعيب مش هتخرج التشكيلة منهم التشكيلة الانسب هي ممكن كل مطش عندك البكين اللي عالطرف انا شايف ان فتوح اللي هيبتدي وشايف اني محمد هاني اللي هيبتدي ليه احمد انا انا الطرفين دول يا احمد فتوح وهاني مش فتوح مش محمد هافدي لا فتوح فتوح اللي يبدأ اه انا وجهت خلاص يبقى بتتكلم كده ان فيه شناوي اه منام وحجازي منام وحجازي هاني مين فتوح شمال القلب انت بتقول مراوان والنني وثالتهم امام قدام صلاح مصطفى تريزيجي تشكيل اللي فات دي تشكلتة كده خش الشناوي وشناوي جول ومحمد هان طب محمد انت مختلف مع الكابتان هاف جيلي في التشكيلة انت عارف تشكلتي امم قول انت نص المرعة بس الكابتان عيد هيختلفك نص المرعة والباكلفت اه باكلفت محمد حمدي واكتر واحد لعب مع الراجل امم ايوه انا بقول لك يا محمد حمد بقيت لسه مصر برضو مصر طبعا اه اوه اخلي بالك اوه مراحش يقوم افريكا اللي ما جدد مع تزاملكة زي ما قلتلك انا قلت مش هيروح خالص لا انا قلت مش هيروح ان لما يجدد عاق بس وخلي بالك دي كتتفئيه عشان ما بيلعبش ايوه مش هيلعب عشان ما بيلعبش هوا دلوقت مش هيلعب انت خلاص حطه في التشكيل بتاعك زي ما انت عايز انت حطه في التشكيل بتاعك زي ما انت عايز انا بقول لك اقولت انهم مش هيروح خالص انا قلت لك مش هيروحها لما يحل مشكلته مع ناس زي مالك ويجدد وناس زي مالك مش هيعفو عنه لما يجدد وهو ده اللي حصل راس الراجل ريكب التارى بالسلامة انا بقول لك محمد حمدي باكليفت هم التشكيل زي ما هو محمد هاني باكرايت والاتنين السرد باكات حجازي وعبد المنعم محمد حمدي باكليفت وفي نص الملعب انني وحمد فتحي وزيزو التلاتة اللي في نص الملعب اللي الراجل بيلعب بيهم برضو بفترة كبيرة ومفيش ماتش بقالوا مثلا 12-13 ماتش زيزو بدأ منهم 7-8 في نص الملعب وقدام فتوح وقدام صلاح ومصطفى وتريزيجي ومصطفى وتريزيجي ده هو التشكيل اللي الراجل وفي نص الملعب والباكليفت والباكليفت استاذ بريخ متفق مع مين في الاتنين هو يعني انا طبعا خلي بالحركة زي يعني هو المرادي الافضل من وجهة نظري يعني ان انت عندك بداية لان هو يقدر يستغل هو المدير الفني عنده لو حصل لقدر لا حاجة في الشهود التانية او حاجة يقدر عنده اوراق رباحة يقدر تغير قولي بس التشكيل اللي يبدأ بي ما فيه بدائل طبعا شناوح جازي وعبد المنعم فتوح هاني عشور النني مروان وتريزيجي ومصطفى وصلاح بليغ معي بس انا شايف حاجة انه في فرصة لعمر كمال انه هو المرادة انه هو ممكن يرجع على الاهلة اساسي لو خد فرصته لعب ممكن يرجع على الاهلة على هاني ويلعب اساسي اعمل ادخل الاهل دلوقتي انا بقولك لو شاركه دلوقتي هادم مكان سويح المتخب بالاهلة انا بقول المتخب انا برسلها باسيسي تعلقه هو الراجل هيرجعه انه هيجهزه للاهلة مسلا لا بليغة عايز المتخب تجوح هاني خد الصغات انا بقولك يعني لو لعب وتألق وظهر في البطولة دي لا هيكمل المنتخب وكمان وهيرجع أساسها على الأساس طب ما ممكن يتألق وهاني برضي وتألق ولازم واحد بس اللي يتألق ولازم ممكن اتنين يتألقوا عادي ما البطولة اللي فاتت أكرم تألق وفي النحدي وعمر تألق ان فتوح هيلعب ليه؟ عشان انت قلت مش هيلعب فانا مصرر خلي بالك دا بقى خليش اعرف بس هو دلوقتي بس احترم صراحته اطلع اي راجل بيطلع خد بالك خد بالك اعيد احنا عندنا حلقة الحد عادي اصلا الكلام دا كل ما بتنسيش فتوح راجل بيزيد وراجل عانه يعني في الماتش ده اما لملعبش فتوح في الماتش زي ده مين هيلعب؟ يعني انا احترم معكسه واي يعني هو هيلعب فتوح عشان يزيد تم هلعب المتش اللي فت احنا المرات يعانده رجل سرعات وعنده طاعة احنا المتش ده محتاج في اسمه لا اسمه مع تشكينه اسمه احنا ما بقطعش الفتوح دلوقتي هو هيلعب فتوح عشان بيزيد اللي عشان مش جاء طب انا هقولك لعي لعشانك هو هكذا في ديكتوريا ويقول انا عيد الحمدي فلاس ازعب فتوح اه عشان ما جيبش ايه دي طايلة ومصرف ايه 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 خروف واخد بالك في طريق الكيل لو قال له عليك خروف ايه ايه انا بقى بقى مين اللي عيد بقول ايه هي وجهة نظر اه بص هو ده التشكيل الاقرب له وفق زي ما لقيت كده في المتشات الاخيرة اخيرة فهو يبدأ بيه بمين ده؟ بنفس التشكيل اللي قال له عيد ده اللي هو نفس الملعب النني وزيزه اجمد اكتنا عمجينين ما تغيرش اجمد وحمدي اللي هو حمدي فتح يعني وان محمد حمدي نهاية الليفت لكن هيدي انا في رأيي هيدي فرصة الفتاح فشوت تاني يعني هيبدأ بمحمد هيبدأ شكلته لكن هيبقى هوم تارجت حتى لو مش محتاج التغييره لكن هيدي الفتاح فرصة فشوت تاني يجهزه ليه ما هو قادم لانه هيقابل المنتخبات كبيرة يحتاجها فتاح موجة نظري لكن التشكيلة دي عشان يشوف ده سيستم بتاعه هل هيكمل بيه في مطس زي موزنبيق يعرف يشوف ده هل هيكمل بيه هل احداك تغييره يعني هل مثلا نص الملعب ده قدام موزنبيق محتاج زيزه هيقدي دوره تمام حمدي فتاح هو ده التشكيل الأقرب له ده رأيي نقطة تاني ان هو قدام مصنبيق يقدر بقلبي جامد ويشوف وهيكمل بيه ولا ممكن يعمل تغييره بس مبنيه على الماتش وأحداث الماتش نقطة تاني راجل غير شكل اللعب في ماتشات قبل كده عشان وجود زيزه في نص الملعب واد زيزه محدة يمين وحبت صراح حرص حرب لو انا انا اربعة اتنين اربعة وحمدي والنين اللي اتنين في نص الملعب على اتنين عشان الطريقة اللي انت بتقولها لما بتتغير برضو ما دي وجيت نظر انت برضو بتجي احيانا عايز تضغط فبتنقل زيزه وينجرايت واتدخل صراح تحت مصطفى جنب وينجرايت اخر ماتش عملها شوتي التاني عملها اه وتخلي حمدي والنين هما على الدايرة وليهم برضو نفس الهراك بتقوله كده ان النين بيزيد ونحبي بيزيد فواحد يثبته التاني يزيد اللي اتنين عندهم القدرة دي خد بالي بس عندهم التزام الدفاع اكبر انما انا في رأيي هيجرف مطش المصنبيك اللي انت بتقولك يا ابتنقل في رأيي ويشوف هيكمل كده ولا لأ بس هو مؤكد هيدي فتوح فرصة في المطش ده مليار في المية حتى لو مش يحتاجه بعض عارف لو حمدي رفع تلاتين كراس وجاب تلاتين جن برضو هدي فتوح فرصة فتوح فتوح بالزيت مرموش زيزو او امام مرموش وامام مروان رابع مروان رابع بس كل انت بتقولهم دول جاهزين فتوح الوهيد اللي مش جاهز اه مصطفى شوية برضو انا ليه بقولك فتوح يا كابتن لاندو الوهيد لسه اللي مش جاهزه كل دول جاهزين يلعب او ملعبش دول جاهزين راحين المنتهم كلهم جاهزين فت الا فتوح محتاجج وعلي قبر فحنا كده خلاص انا وعيد اتفاقنا وعلي قبر وعلي قبر او ياسر لازم محتاج بزبط سرباك منهم مع الكلام بوليد مرموش فات حطي علي بس انا وجهة نظر ياسر بس ياسر كان راجع من اصابة ما كانش لسه ياسر كان ياسر لسه راجع من اصابة لعب اتنين برضو متوسط عمرهم كبير لو لعب دي مش متوسطة احنا بيقولك لو مثلا بدأ بعلي عايزولك على حاجة هو كان مطلح حجازي ومنزل علي بس حصل ايوة حصل في المرموش لحد ان عمر كمان اصابه انت بتقوله منزله خط نص قوي اه فش ظهر واللي هو عايز يعمله عشان ينقل الطريقة لما يحتاج لده برضو الفكرة يعني دي تمشي ودي تمشي بس هو ميال اقصد للتشكيلة دي يعني هو ميال بطبيعته للتشكيلة زيزو بقاله عشر مشات بيلعب معنا في المكان بقولك يا زيزو قطة تعرف ان زيزو لما عملنا احسان برح بمناسبة عيد الميلاد بقولك سانتاي 28 سنة يا زيزو اه والله بسم الله بعملنا يا حسان برح ما حناش نشبع منه في الزمالك بيكبر هو عايزينه يتقي يعني العمر يقف شواء يا بيم خلاص 28 سنة ايه لا مش هنبيعه نبيعه ليه 28 سنة كبير وقصد دخلنا في البيع والشرع وقال لعبت الزمالك بس اللي بتتبع بعين الاهلي اللي بياخد البطولات كلها ولعبت الزمالك اللي بتتبع هنبيعه لي بياخد بطولات الدنيا والعروض تيجي اللي قابلت الزمالك بقولك ايه قالك بما سعود صليم فتحات جدة هياخده فتوح ما عرفش مين اه والزمالك خسرات السنة دي كل حاجة بتقول ما بلعبش اصلا اه ما بلعبش اه ما بلعبش بس زيزو ما يت يعني زيزو في ملافة زيزو كابتناح كابتناح مال براحة ما بتبتعش سادرك يقصد اه براحة اخد الماسيجي برضو هيمشي يعني دلوقتي لا مش قولك هيمشي بس براحة في ملافة زيزو ايه ما انت بتقول لي هيمشي انا مقولش هيمشي بس بقولك براحة شوية في ملافة زيزو يفتحه بس مش قاوي لا وايه المشكلة خلاص لو ما هو عندي في النادي وبيتدي لي هقف معاه برضو ولا مأصرش في اي حاجة لا فعلوم الكرة دلوقتي صحيح نوعية زيزو اللعب المحافظ المستقر اللي هو ملتزم نوعية زيزو دي يلعب لغات 15 سنة سنة مسترعية انا عاوزه يبقى موجود وعايزه لا النوعية كمان زيزو الملتزم عايزه يبقى الهدف التاريخ للزمال جاب 73 جول في خمس سنين الله اه مش راس حربة يعني هو قرب من كابتن عبدالحليم نوعية اه طبع نوعية زيزو دي يا كابتن الملتزم اقاوي دي عمرها في الملاعب ربنا اديله العمر يا رب اي طول زي عبدالله نوعية زيزو دي حلو تعطي الله والله يا شبه ليه ايه زيزو نوعية زيزو دي شبه الاهلي ومالك عاوز كبريك كابتن عجيب تفكر في كبري عملي بقى عشان نحاجز في الفاصل كابتن لانفاصل ارجع تواصل مع احضر طب الله عامل له كبري بس ايه